يحتفل مسلمو العالم اليوم بأول أيام عيد الأطحى المبارك كل على طريقة وفق طقوسه أما العراق وسوريا وغزة ناطق التي لم يجف فيها دم أبنائها بعد ولم يعمر فيها ما هدمته الحرب والإرهاب فيوحد بينها الحزن والخوف وحرمان أطفالها من فرحة العيد ما بين العنف والدمار وبين مآس وجراح وانقسامات داخلية تلف العالم العربي اختلطت صور الاحتفال بعيد الأطحى المبارك هذا العام على التساع الرقعة الجغرافية للعالم العربي في قطاع غزة هل عيد الأطحى بعد صيف شهد حربا إسرائيلية على سكان القطاع دمرت عشرات الآلاف من المنازل استشهد فيها أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين والأطفال وفقا لتقديرات الأمم المتحدة أطفال حي الشجاعية في مدينة غزة وقفوا في عيدهم حسرة على أطلال ركام المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي في انتظار إعادة إعمار قد تطول فترته وحنين للعيش في دولة معترف بها ذات كيان وسيادة أما رامالة بالضفة الغربية فكانت أبرز صور العيد إكليل من الزهور وضعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قبر الزعيم الراحل ياسر عرفات نتبقى الخير في صبيحة يوم عيد الأضحاء المبارك نتمنى للشعب الفلسطيني الخير واليمن والبركات ونتمنى أن يعيده علينا الله سبحانه وتعالى وقد تمتعنا باستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس في الجوار السوري الذي لم يعد أهله بأفضل حال من الفلسطينيين معاناة أخرى أبطالها ألاف من اللاجئين السوريين بالقرب من الحدود التركية السورية على وقع أزيز القاذفات وراجمات الصواريخ من شارع إلى شارع في مدينة كوباني الحدودية حلق من الأحداث وما بعد الحقيقة ما عد عيد لأنه كل عيد في عنا مصاب وكل يوم عنا مصاب لكن العيد له وضع خاص في هذه السورة أنه دائما وأبدا عم نفقد من الناس المخلصين أمن كوباني السورية إلى التخوم الكردية التي تشهد هي الأخرى أهوالا على يد عناصر تنظيم داعش في العراق امتلأت المساجد ورفع المصلون الأكف بالدعاء أن يمنى الله على البلاد والعباد بوحدة الصف والألفة واللحمة كي يخرج الشرق من هذا الكابوس الجاثم على الأنفس من بيروت ينضم إلينا طارق شندب الحاصل على الدكتورة الدولة في الحقوق أهلا ومرحبا بك دكتور طارق وكل عام أنت بخير كل عام وأنت والشعب العربي وكل المسلمين بألف خير دكتور طارق لو سمحت لي يعني لا شك أن هذا العيد هو الأكثر مرارة أكثر نكدا أكثر دما أكثر ألما يمر عبر منطقتنا من المنطقة العربية سيما في سوريا والعراق ما الحال الذي بإمكانك أن تصفه في هذه اللحظة لهذا العيد سيد الكريم في هذا اليوم العظيم يوم عيد الأطحى المبارك نجد أن دماء المسلمين والعرب ما زالت تسيل في غزة التي ما زال دماء الشهداء حتى الآن لم يجف وما زالت أصوات القزائف تطرد وتهجر اللاجئين السوريين وما زالت ميليشيات القتل الطائفية تقتل العراقيين منذ عشرات السنوات وللأسف ما زال العالم يتفرج على نظام الإجرام الذي يقتل الشعب السوري كل لحظة اللاجئون السوريون أبدأ في لبنان ما زالوا يعانون من انتهاكات تطالهم في مخيمات اللاجئين سواء داخل الحدود اللبنانية أم على الحدود أو سواء في باك المخيمات في بعض الدول العربية وللأسف هناك تقصير من الحكومات العربية ومن المجتمع الدولي في أن يقوم بواجبه باتجاه هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم غصبا عنهم وإلا واجهوا الموت هناك تقصير من المجتمع الدولي من مؤسسات الأمم المتحدة من الحكومات العربية ولكن الذي يدمي القلب أكثر أن هؤلاء اللاجئين جاءوا إلى بلاد ليحتموا بها فوجدوا انتهاكات مورسة للأسف منذ حوالي الشهر بحق مخيمات اللاجئين في لبنان حيث تم انتهاق القانون اللبناني والقانون الدولي وتم استهداف هذه المخيمات بدل أن يعاملوا معاملة إنسانية كي لا نخرج فقط عن الموضوع دكتور سمحت لي كي لا نبقى في إطار العيد اليوم عندكم في لبنان هل زرت أنت مناطق لمثلا لاجئين السوريين متواجدين في الحدود السورية اللبنانية في عرسال في غيرها في تلك المناطق اليوم اتصلت بعدد كبير من الإخوة في منطقة عرسال لأطلع على أوضاع اللاجئين التي هي مزرية للحقيقة وخاصة أن منطقة عرسال الآن تعاني من حصار عسكري بالإضافة إلى أنها منطقة مرتفعة جبليا وها نحن الآن على أبواب فصل الشتاء وفصل الشلج وممكن أن يؤدي ذلك إلى كوارث بحق اللاجئين الذين دمرت خيامهم وشعلت بها النيران بالإضافة إلى ذلك مررت بأماكن تواجد للاجئين في منطقة طرابلس وفي أبي سمراء والله إنه لشيء يحز في القلب أن ترى البنات الصغيرات والأولاد لا يجدون ما يأكلونه وهم يسكنون في محلات تحت الأرض وفي ملاجئ وفق ظروف صعبة جدا وغير محترمة إنسانيا وهذا ما يطرح أكثر من علامة التساؤل أين دولة المنظمات المجتمع المدينة؟ عفواً دكتور طالف ما الذي منع الناس من أن يفرحوا هذا الطفل السوري هذه الطفلة السورية في لبنان مثلا أخصد لأنك تكلم أنت في لبنان في أول أيام العيد الأضحى المبارك برغم الألم برغم القهر برغم العذاب برغم الدماء برغم كل شيء ما الذي يمنع الناس من أن يقفوا إلى جانبه؟ هناك منظمات أهلية مدنية ربنانية قامت وتقوم بواجبها ولكن هذا لا يلغي دور الدولة الأساسي الذي يجب أن تقوم به ودور الأمم المتحدة لأن منظمات المجتمع المدني لم تعد تحتمل مرور أكثر من ثلاث سنوات على وجود اللاجئين ولم يعد لديها ميزانيات وبالتالي أحوال اللاجئين حتى الأخوة العراقيين اليوم خبرت قسم كبير منهم موجودون في أربيل وخرجوا من الفلوجة ومنهم من خرج فقط بسيابه التي هي عليه هم يعيشون يعني ظروف صعبة منظمات المجتمع الأهل الداخلي لا تستطيع أن تقوم بالواجب المطلوب منها على أكمل وجه نظرا لأن هذه تحتاج إلى إمكانيات دول وإلى ضرورة تدخل الأمم المتحدة لكي تقوم بواجبها تجاه هؤلاء اللاجئين طبعاً دكتور طارق يذكر أن هناك يعني الأمم المتحدة أعلنت بأنها ستخفض من مساعداتها وليس العكس فيما يتعلق باللاجئين السوريين صحيح وهذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام يعني نحن إذا كنا هذا الأمر بالنسبة للأمم المتحدة ليس سياسياً وإنما له علاقة بالتمويل يعني الأمم المتحدة تأتي بالتمويل الدائمين لكنه يا صديقي الكريم هذا مرتبط سياسياً باعتبار أن هناك تقصير من المجتمع الدولي في الناحية السياسية في حل قصة أو المجازة التي ترتكب في سوريا وسط سكوت العالم عن إجرام يرتكب فيما يتعلق بمسؤولية أخلاقية القانونية لإفراح أولئي الأطفال إفراح أولئي الناس في عيد الأطحى المبارك وهي مسؤولية إسلامية بالدرجة الأولى هل ترى بأن التعاطي العربي والإسلامي وغيره فيما يتعلق بمآسي الحروب سواء كانت في غزة سواء كانت في سوريا سواء كانت في العراق يعني مرضي عنه أم لا سيد الكريم أنا حتى أكون واضحا مع حضرتك ولننقل وجهة صحيحة من الناحية القانونية الدولية والداخلية كيف يتعاطى القانون الدولي مع اللاجئين وكيف يتعاطى الكوانين الداخلية في الدول العربية بالفعل هناك تقصير في حقها أولئي اللاجئين ولكن كما قلت لك الإمكانيات ضعيفة حتى أن أمم المتحدة كما حضرتك تعرف أنها أعلنت عن تخفيض مساعداتها ولكن هناك تعاطي أخلاقي يجب أن يكون من قبل الشعوب نحن للأسف نجد أن هناك حملات مبرمجة فقط ليكون لك في لبنان ضد اللاجئين السوريين هناك حملات ضد اللاجئين العراقيين في بعض المناطق الأخرى للأسف هذا التعاطي الإنساني لم يعد يقترن حتى بكواعد سلوكياتنا كمجتمع عربي يحترم الضيف ويحترم اللاجئ ويكون بواجبه إما لعجز هاجئ المجتمعات عن القيام بواجبة نتجة للفقر أو نتجة للتعاطي السياسي والتحريض السياسي وهذا ما شاهدنا وأعطيك مثلا في لبنان لأنني أعيش الآن في لبنان وأعرف ماذا حصل بحق اللاجئين السوريين الذين فتحوا بيوتهم للاجئين اللبنانيين إيبان حرب إسرائيل على لبنان وهاهم الآن يعاملون بالعكس كذلك الأمر هذا الموضوع يجب أن يكون برسم كل المجتمعات الدولية وليس العربية فقط وليس المجتمع المدني العربي لأننا نحن يجب أن نكون كعرب وكمسلمين أخوة كما أمر ديننا الكريم وكما تأمر أيضا القوانين الداخلية وقوانين الدولية كل المسلم يجب أن يساعد أخاه ويجب أن يساعد غير المسلم ما تستطاع نحن الآن نعاني نقص في الأخلاق في التعاطي مع هؤلاء اللاجئين الذين خرجون ديهم من أجل فقط من أجل عدم الظلم أيضا دكتور طارق لا شك أن تتكلم عن بعض اللبنانيين وليس كل اللبنانيين لأن جزء مهم من اللبنانيين يقفون إلى جانب أخوانهم السوريين يساعدونهم في كثير من لا ينامون الليل هذا أمر معروف في لبنان سيما في الشمال معروف جدا وأنا من هنا أرفع الصرخ لأقول لك عبر ششتكم الكريمة أن أخواننا اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من ظلم وهناك اعتداء كان على مخيماتهم وتم حرق البعض منها وتم الاعتداء على البعض وإذا خرج سياقنا الآن ولكن أقول لك أهلنا هم المهاجرون ونحن الأمصار ولكن يجب أن يكون هذا الوعي عند كل الشعوب تتوقع سؤال أخي دكتور طارق أن عيد الأطحل نحن في كل سنة منذ تسعة أعياد أو عشرة أعياد نقول إن شاء الله السنة أو الأطحل المقبل أو عيد الفطر المقبل أي عيد يكون الوضع أفضل وأحسن وأقرب وأجمل لكن كل عيد عن عيد يأتي الوضع يعني أكثر سوءا تتوقع شراقة في عيد المقبل أم لا بإذن الله هذا وعد الله ووعد الله حق بإذن الله يأتي العيد المقبل وقد عاد هؤلاء اللاجئون من لبنان إلى سوريا وانتصر الحق وسقط نظام القتل والإجرام وعادوا إلى العراق الحبيبة وزقطت ميليشيات الزبح والإرهاب وعادوا إلى غزة وفلسطين وعادوا إلى غزة وفلسطين دولة مستقلة بإذن الله عز وجل شكرا جزيلا لكم دكتور طارق شندب الدكتورة في الدولة في الحقوق والقانوني شكرا جزيلا لكم كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت شكرا لك تذكر بالعناوي التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة يتسع مع انضمام دول جديدة والتنظيم يتقدم في مناطق في العراق وسوريا أولي الاعترافات الدولية بدولة فلسطين تعتبرها واشنطن خطوة مستعجلة عد أضحى مختلفة في مناطق أنهكتها الحروب والأطفال للأبرياء أبرز الضحايا كل عام وأنتم بألف ألف خير عده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة وتصوى على ألف خير